نيجي ونبرز المواهب الأهلوية في عشر صبح في الأهل إن احنا ناس كتير حتى على المستوى الشخصي بيبعطولنا اللي بيرسم اللعيبة واللي بيرسم عمتاً واللي بيصنع بالتمثيل اللي بالخشب وغيره والجرانيت وغيره وغيره مواهب أهلوية متعددة حبينا إن احنا نعرضها لحضرات كله إن احنا زي ما احنا متعودي حم نقول عيلة الأهل خلينا نرحب بإرسام حسام جمال مونجور يا حسام نورنا نور حضرتك ده نور حضرتك نور الدنيا كلها سعداء بوجودك معانا وعايزة استأذلك تبتدي الأول بس ناخد خلفية كده عنك عن دراستك شغلك بتشتغل إيه بدايتك مع الرسم جات إزاي بزر أنا اسمي حسام جمال عندي 34 سنة خرج تجارة عن شمس شغال في شركة مؤولات وده ما خلنش إن أنا أنسى موهبتي للرسم وأنا يعني أنا موهوب في الرسم من أورنا صغير زي أي حد والدي كان بيشجعني ويجيب لي أدوات الرسم وكده بدأت من عشر سنين أنا أطور نفسي في الموضوع بغض النظر إن هو مش دراستي أو مش مجال شغلي بس دي هواتي لم أخلتوش دراستك ومجال شغلي؟ يعني هو يعني الفن عمتاً في مصري يعني ما نقدرش نعتمد عليه بشكل كامل يعني هو ممكن يبقى هوية بجانب الشغل بتاعك الرئيسي أو كده يعني فأنا بحاول إن أنا أسقل موهبتي كل فترة أو كده إن أنا أطور من نفسي إن أنا أعمل حاجات جديدة مختلفة ما تعملتش قبل كده إن أنا أشوف إيه الجديد في الرسم وإيه الرسم ووصله يعني وأبدأ أطور من نفسي وكده إنت عندك نوعين يعني يعرفنا برضو إنت متخصص فيه يعني هنا إنت عمل تي شيرت كابتن محمود الخطيب شاك صرته على التي شيرت وهنا ده بقى أنا مش عارفة أصلاً ده طبعاً كهرباء لو حضراتكم شايفين عن قرب يعني هي طبعاً تقيلة شوية بس ده قهرباء ده إيه بقى ده يا حسيم؟ يعني ده معمول من إيه؟ ده معمولة بالمصامير والخيوط ده حوالي 250 مصمار معمول عليه أربعة ألاف لاين من الخط بيشكلوا البرتريه بتاعي ده طريقة مختلفة في الرسم معروفة أنا أول مرة أشوفها إنت شفتها بل كده كده؟ أول مرة أشوفها فعلاً بص حضراتكم متعرف عليه أنه اسمه سترينج أرت هو متعرف عليه بقرة بس قليل جداً في مصر أنا اللي بشتغل النوع ده من الرسم التوضع هل نمتق بالتابع؟ حلو طبعاً مستجدات في عالم الرسم طبعاً لازم أشوف آخر التطورات وصلت لي فين وأحاول إن أنا أخذ الموضوع لطريقة أنا أتطور من نفسي أنا أضيف على الموضوع ده يعني أنا مثلاً بتقارت طرق جديدة في الرسم كتيرة جداً موجودة مش موجودة في مصر زي كده؟ بدأت إن أنا أرسم برجلي إن أنا أطلع البورتري برجلي من غير ما أستخدم إيدي جات لي فكرة قبل كده إن أنا رسمت بالعدسة عن طريق إن أنا أصلت ضوء الشمس على البورتري بتاعي وأشكل البورتري من غير فرشة من غير أي حاجة رسمت محمد صلاح قبل كده بالكورة يعني بحاول كل فترة كده أعمل طريقة مبتكرة يعني ده كنت رسم صحيح إمكان اللي أنت بتقول عليها بالكورة برسم صلاح بالكورة كتحفلة لينا بند بورتري مع أبرحمن إبراهيم وساري عمر فبحاول إن أنا أستخدم طرق غير تقليدية في الرسم أو إمكان اللي بيرسم برجله عندنا بعض الفنين تشكيلين اللي عندهم يعني عاق أو حاجة بيرسمه برجليهم عندنا أسماء كبيرة كتير بس طبعا كون إن أنت بتخش التحدي جديد ده حاجة وكمان بالكورة دي بقى أنا أول مرة أشوفها طبعا يعني المعتاد إن الرسام بيرسم بالفرشة أو كده بس أنت تبتكري حاجة مختلفة وجديدة ده اللي يميزك عن باقي الفنانين وكده يعني طبعا لما أنت وصلت للدرجات دي من التميز والاختلاف والاحترافية وفي نفس الوقت بتقول إن الموضوع ده عندك شغف به من وإنت عندك عشر سنين وما فكرتش ليه ولول لحظة إن أنت على الأقل تخلي يعني فيه شق تجاري في الشغل اللي أنت بتعمله ده يبقى فيه شكل من أشكال البيزنس هو فيه طبعا فيه شكل من أشكال البيزنس بس بيبقى مش 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 حاجة أساسية يعني معي في شغل يعني أنا شغل المؤولات فالفن ده مش حاجة سابقة معي يعني خصوصا إن أنا مثلا فاتح بيت أو كده فمحتاج إن أنا يبقى دخل ثابت لكن الفن عمتا أنا فعلا أنا بعمل حاجات دي ساعة تجارية بس بتبقى بجانب شغلي يعني بتبيع عندك صفحة يا حسين مثلا أنا عندي صفحة يعني فيه ومشاهدات عالية بتعدل مئة مليون مشاهدة فأنا سعيد إن اللوح بتاعتي بتلقى مرتود كويس على السوشيال ميديا وكدهين حتى كان فيه نجمة علامة اسم خابي الليمة كان معلالي على اللوحة عليه يعني كنت رسمها له بالشام يعني لفت أنظار فنانين من برى مصر كمان؟ بالضبط إيه أكتر يعني رسمة أو حكا خاصة بالأهلي كان عندك شغف فيه هل رسمت مثلا شخصية معينة طبعا غير كابتر محمود الخطيب هل فيه بطولة معينة فزنا بيها رسمتها؟ يعني خليني أعرف تحديدا عن الأهلي طبعا الأهلي ده عشق من الصغر يعني وخصوصا البطولة الحداشر دي بطولة استثنائية يعني إحنا المفروض نعمل لها فيلم وصائكي إن هي استثنائية في كل حاجة إزاي إن إحنا بدأنا البطولة بهدف عب مينعم ونهنا بهدف عب مينعم إزاي التفاصيل الصغيرة اللي كانت موجودة في البطولة إزاي إن إحنا عملنا رومونتا ده في المجموعة ورجعنا عملنا رومونتا ده في الماتش وما حسناش بروح الهزامية نهائي إحنا كنا واسقين في لعبتنا إن إحنا نقدر نعمل إن حق البطولة دي بتفاصيل صغيرة نتخذت على الأرض المنافس ده ومع جماهير المنافس كمان بالضبط بالضبط إحنا كنا بنلعب على أقل أقل التفاصيل يعني كابتن سيد كان بيتكلم إن كان فيه واحد اسمه كريم كان بيتكلم إن إحنا بنضرب على صوت الصفافير كان معهم كور زيادة فإحنا كنا بنركز في أقل التفاصيل فهو ده النادي الأهلي إن إحنا يعني ما بينسيبش حاجة للصدفة جميل طيب يعني أنت رجل بتعبر عن الجواك بتعبر عن رؤيتك بتعبر عن مشاعرك من خلال الرسم هل في الحياة أنت بتتبع الأسلوب ده عموماً ولا أنت عامل لفاصل ما بين يعني بتتعامل مع موضوع الرسم بشكل احترافي بحت ولا بتتعامل معه وجدانياً بتمفعل بحاجة شفتها فبتعبر عن انفعلاتك دي برسمة ما بلوحة ما الحكاية بتمشي معك إزاي هو الرسم بالنسبة لي يعني حاجة بيطلع فيها الفراغ اللي جواية حاجة بستمتع وأنا بقدمها زي مثلاً المغاني لما عايز يحتفل بالأهلي فبيعمل أغنية للأهلي أنا كذلك أنا احتفال بتاعي يعني إن أنا أعمل لوحة حلوة مثلاً لكهرباء أو لوحة لكابتن محمود الخطيب ده بالنسبة لي حاجة يعني إن أنا بحتفل بالنادل الأهلي وبحتفل باللعيبة يعني بتعبر عن فرحتك بطريقة عملية طبعاً والحزن ما فيش لا الحزن برضو بحاول إن أنا أعمل لوحات بتبقى السبع يعني حزينة بقولك يعني أنا أعيس ألك يا حسام على معلش الخيوط دي تاني هل هي بتتعامل بلون معين يعني هل إحنا نفضل نعملها بلون اسود ولا ممكن تتعامل بألوان ولا يعني خليني يعفى ما أكتر هي ممكن تتعامل بأخيوط ألوان ويظهر للشكل الألوان بس دي بتبقى مجهود أكبر وكده يعني وانا شغال عليها يعني عشان تشتغل على لون لون بس طبعاً لان بتاخدي كذا اللون كذا على كذا مرحلة دي تقريباً خدت منك وقت قدقي اللي إحنا نتكلم كهرباء دي تقريباً خدت أسبوع كل مسلا يوم ساعتين طب حلوي يعني اعتبر مش كتير قوي تحيالي هي شكلها بتاخد وقتها أكتر والمثامير انت عاملها بشكل سليم يعني كلهم نفس الزاوية يعني لا أعتقد كان فيها مجهود صعب مش سهل أنها تتعامل طبعاً يعني أنا متعود أن أنا أشوف الفكرة الصعبة وأحاول أن أنا أنفزها أو أعملها يعني لأ دا رسمة ألوان ما يعني أنت بقى رسمتها رسمتك في المحمود على التيشرت بالضبط ودي ما تتغسلش ولا بتتغسل وما تطلعش وما يجللش أي حاجة طب دا مشروح له جداً دا والله العظيم دي الساعة حالاً عايز أقول له أن أنت بس التيشرت تزيل وحدها أنت متخيل طبعاً كم من أهلوية أنت لو نزلت الشارع من غير محل كده نزلت بيها بس الشارع شوف كم واحدة يبقى عايز يشتريها أنا أفكر أن أنا أعمل كل اللعب على التشيرتات يعني مش يعني تبقى حاجة لطيفة جداً وأعمل تصميمات لي يعني إحنا كنا بنشوف تصميم تشيرت الأهلي والناس كنت بتتسابق أنها تعمل تصميم لأ أنا قلت طب ما أنا أعمله وأنا بحاجة يدئية حاجة هند ميت ويبقى حاجة مختلفة دا هنا وأنت بترسم كابتر محمود قولي يا أخدت منك وقت يدئي برضو دي تقريباً برضو خدت حوالي ثلاثة أيام مثلاً وكويس أنت بتقول عامل صفحة يعني أنت مواكل بالتطور وبالتالي بتتابع باستمرار المستجدات في دنيا الرسم والنوع ده تحديداً من الفن بتتابع الرسمين اللي في دول تانية يعني الحكاية دي واخدت أطعية قد إيه من حياتك إلى جانب شغرك في مأولادك طبعاً السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير جداً أن أنا أوصل فني للعالم كله يعني أنا الأول كنت بعرض على مصرح الفن الأرض شو ده مثلاً كذا مصرح في مصر هنا بأرسم عن طريق أن أنا أرسم اللوحة مثلاً بالمقلوب وردود الأفعال من الحضور كان عامل إزاي؟ بالضبط بيبقى الردود الأفعال كويسة جداً يعني كنت لسه أقول لحضراتك أن في ملايين بتتابع الفن بتاعه وبتشوفه مش في مصر بس ببرا مصر أكيد يعني من خلال الصفحات دي هي إذا درت أن أصل للعالمية أو أصل برا مصر أو كده يعني وأن أنا أوصل مثلاً للفنين العالميين حسين أنت قلت جملة زعلتني شوية في الأول فمصر الفن ما ينفعش تعتمد عليه لوحده كمصدر للدخل البعض ربما اعتمد على الفن بس كمصدر للدخل ونجح في فنانين تشكيليين كتير بس يمكن اللي أنت تقصده لازم مع الوقت يعني لازم تتشهر وتكبر في المجال شوية ويبقى عندك معارض ورأس مال علشان تبدأ أن أنت تعتمد عليه كمصدر وحيد للدخل بس لو أنا هقول لك ليه ده مش حاصل أو ليه أنت بتقول كده من وجهة نظرك أنت ممكن تقول لنا؟ هو أولاً لازم أن نكون صدقين مع نفسنا فالفن في مصر يعني مش معنى أن أنا أتجه للرسمة بس يكون مصدر ليا طبعاً محتاجة شغل كتير جداً زي ما حالك قلت وفيه فنانين طبعاً معتمدين على الرسمة بس بس هو الموضوع بيحتاج جهد ومحتاج مجازفة كبيرة جداً ترجمة نانسي قنقر